أهلا بكم إلى حدث اليوم سيبقى الملف الأمريكي هو الأبرز هو الأسخن لأن كل الأحداث وكل الملفات متعلقة وتبقى نعكاسا لما يحدث لهذا الملف المهم نبدأ بالعنوان الأول الذي يدور حول الانتخابات الأمريكية بايدن المنتشي بنصره يعد بالقطيعة مع حقبة سابقة وترامب يغرد مجدداً الانتخابات مزورة العنوان الثاني سيكون ليبي وفي تفاصيله حوار تونس المحاط بالمخاطر ينطلق غداً وسط تهديدات ميليسيوية وويليانس تريد سقفاً جديداً من التقدم أما العنوان الثالث فهو من سوريا وفي تفاصيله مداهمات وأسرى وإغلاق طرق صراع روسي إيراني عبر قوة محلية تشهده درعاً آدية أما العنوان الرابع فهو من لبنان وفي تفاصيله باسيل المصدوم بعقوبات واشنطن المفاجئة يطالبها بالدليل ويقول تحالفي مع حزب الله في مصلحة لبنان إذن الوضع الحالي في أمريكا حتى الآن لم يعترف الرئيس الأبريكي دونالد ترامب بالهزيمة ولم يهنئ نظيره وغريمه الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن ترامب عاد اليوم وغرد مجدداً ضد سير الانتخابات وقال إنها لم تكن نزيهة مطالباً بفتح الدعاوى والنظر في الأدلة التي قدمها فريقه ترامب غادر اليوم مجدداً البيت الأبيض نحو منتجعه للغولف في فيرجينيا وسط اهتمام إعلامي كبير أما بايدن المنتشي بفوزه فيلتزم الصمت بعد كلمة قال فيها الكثير عن مرحلة قادمة ستكون بمثابة قطيعة مع حقبة سابقة كما قال جو بايدن الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكي قال في خطاب إن الوقت قد حان للشفاء في أمريكا وأنه سيكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد هذه صور ترامب في منتجعه في الغولف مرة أخرى صور تأتينا مباشرة حسب ما توفر لذلك بالأمس يعني فور إعلان وسائل الإعلام فوز بايدن اتجه مباشرة إلى منتجعه وإلى ملعبه للغولف واضح أن الغولف له علاقة مع الرئيس ترامب بشكل أو بآخر في إطار تهديعته أو شيء من هذا القبيل الصحفيون في أمريكا يتابعونه لحظة بلحظة وهو في ملعبه في الغولف بعد تغريدته التي قال فيها أنه مصر بشكل أو بآخر على سلك طريق القضاء والمحاكم للاعتراض والاحتجاج على نتيجة الانتخابات الأمريكية بهذا الشكل فريقه حملته أيضاً بهذا تنتهج نفس النهج تغرد أو تعلن هذه الإعلانات بشكل أو بآخر ملعب الغولف ترامب ملاذ ترامب بعد هزيمته ربما يكون هذا هو العنوان الأبرز في هذا الموضوع ملعب الغولف ملاذ ترامب بعد هزيمته أمام جو بايدن صور معبرة الصحفي الأمريكي أو الإعلام الأمريكي حينما ينجح في استياد اللحظات التي سيجبر عليها الجميع في كل أنحاء العالم أن يتابعوها لقطة بسيطة بهذا الشكل قد تكون هي اللقطة الرئيسية في كل وسائل الإعلام حينما تتابع بدقة شديدة جداً إلى أين يتجه الرئيس الخاسر في الانتخابات الأمريكية ربما لأول مرة أن يكون هناك رئيس خاسر في انتخابات أمريكية ويتجه إلى ملعب الغولف رغم أن هناك اعتراضات من الناخبين أو من بعض الذين حزنوا كثيراً على خسارته نحن نحزن كثيراً والرئيس في ملعب الغولف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر I'm an Messi où I'm a proud democratic. BUT I WILL GOVERN AS AN AMERICAN PRESIDENT. I'LL WORK AS HARD FOR THOSE WHO DIDN'T VOTE FOR ME ولكنki أين مؤمنين من أسواء �� أمو custard لكاذا did. لح Panel j zugda لطلبة أما أطلقائux أما أطلقائux وفادي تماما أطلقائux وروح وPSتطنقى لتكون بسم ال spaghetti عن ط caption لتبارك تGetHeatcoin تصرحات بايدن كعادة الديمقراطيين حينما يصرحوا تصرحاتهم بشكل أو بآخر تكون مدروسة رئيس لكل أمريكا وليس رئيس لولاية حمراء أو زرقاء لكن ماذا قالت كامالا هارس النجمة التي صعدت في السياسة حاليا أول امرأة تفوز بمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة كامالا هارس احفظوا الاسم جيدا قالت مخاطبة الناخبين بأن تصويتهم وجه رسالة واضحة من أجل الوحدة والأمل ووعدت بالعمل بشكل حقيقي من أجل الأمريكيين وعائلاتهم صحية حوالية تترجمت لابطة ورغيون نظر لهم وكامالا وفي سياسات من رانا وفي سياسات؟ ترجمت لابطة وفي سياسات من رانا وفي سياسات من روانا وفي سياسات من أجل الوحدة إذن تلك تصريحات الفائزين ولكن ماذا في جعبة ترامب فيما استعد بايدن لدخول البيت الأبيض في يناير المقبل في 20 من يناير يقوم فريقه بإعداد خطة عمله وتجهيز الفريق الرئاسي الذي يحكم أمريكا في الأربعة عوام القادمة ماذا عن ترامب؟ ترامب ما زال يسر على نجوء إلى المحكمة العليا مشككا في نتائج الانتخابات وقال في تغريدة إن إقرارات خطية تشير إلى تزوير في العمليات الانتخابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خير يعني ترامب يلعب الجولف وبايدن يحضر لفريقه الذي سيحكم أمريكا في الأربعة عوام القادمة وبيت الحكم الذي أنت أمامه الآن البيت الأبيض فارغ يعني لو تضع المشاهد الكريم في ردات الفعل فيما يحدث في الداخل الأمريكي الآن نعم أولا أريد أن أشير إلى أن زوجي يلعب الجولف أيضا وهو يقول لا يمكن أن نلوم الرئيس على أنه يلعب الجولف الآن بلازا حياة السود مهمة هذه المنطقة على فكرة خلال طبعا الأشهر الماضية خلال أشهر الصيف كانت تشهد مظاهرات عنيفة جدا بعضها عنيف يعني أنا كنت قد استنشقت الغاز المسيل للدموع في هذه المنطقة أما الآن وخلال الأيام الماضية خلال اليومين هذين فهي تشهد احتفالات حفلات راقصة الشامبين في الشارع شهدناه في الأمس الكثير من الرقص والغناء علينا ألا ننصر طبعا لنضع المشاهد كمان في النطاق الأوسع لواشنغتن هي مدينة فيها 96% من السكان صوتوا لصالح جو بايدن وفقط 4% أو 5% لصالح الرئيس دونالد ترامب فبالتالي هذا ما نتوقعه من مثل هذه المدينة طبعا في المقابل كانت هناك تظاهرات مؤيدة للرئيس ترامب في مدن أمريكية كثيرة أخرى وبنسبة للتطورات السياسية الآن أكثر وأكثر اليوم الأحد مع البرامج الإخبارية وبرامج المقابلات فهناك المزيد من ردود الفعل التي نسمعها من قبل انقسامات داخل الجهة المقربة أو الدائرة المقربة للرئيس ترامب فمن ناحية نسمع من أشخاص مثل لينزي جرام وهو عضو مجلس الشيوخ جمهوري من أصدقاء الرئيس ترامب هو يقول هذه انتخابات متنازع عليها ولا يمكن للرئيس أن يتنازل بعد في المقابل هناك تسريبات تشير إلى أن ملانيا ترامب زوجت الرئيس نفسه تقول له ربما جاء الوقت لتواجه الحقيقة وهي أنك قد خسرت التسريبات أخرى تشير إلى أن هناك بعض الأشخاص طبعا مثل نعرف رودي جولياني محامي الرئيس يحاول أن يقوم بكل ما يمكن من مرافعات قضائية لكن معظم الخبراء يعرفون بأن هذه المرافعات حتى لو نجحت هنا وهناك في تغيير بعض النتائج لن تنجح في تغيير النتيجة الكلية للانتخابات مناء وسائل الإعلام والصحف أبرز العنوين الملفتة اللي لفتت نظرك حتى شخصيا في هذا الأمر يعني أنا أريد أن أصل من سؤالي بمعنى أنه بات الأمر منتهي يعني وسائل الإعلام تتعامل مع الأمر على أنه منتهي أم أنه متنازع عليه فعلا أكيد أكيد نعم طبعا وسائل الإعلام الغالبية العظمة منها يعني وضعت العنوان بكل شكل واضح أنه هذه ليست انتخابات متنازع عليها هذه انتخابات انتهت حتى النيويورك تايمز إذا بتطلع على الموقع الخاص بها والعنوان اللي له أكتر من 24 ساعة نفس العنوان بايدن بيتس ترمب بايدن يعني يهزم ترمب هناك بعض وسائل الإعلام اللي هي أونلاين واللي مؤيدة لترمب والتي تقول بأن الأمر متنازع عليها وبأنه كل هذا هو نتيجة للغش والخدع لكن حتى فاكس نوز هناك طبعا من المذيعين بفاكس نوز اللي لا زالوا يتحدثوا عن فرصة لفوز الرئيس جونالد ترمب لكن فاكس نوز نفسها أعلنت بأنه بايدن هو الذي فاز وهي أصلا كانت أولى المحطات التي تعلن فاوز بايدن في الكثير من الولايات التي يعني محطات أخرى لم تعلنها حتى بأن بايدن فاز بها فبالتالي بشكل عام الاعتقاد العام في الولايات المتحدة هو أن الأمر انتهى لكن هناك مجموعة صغيرة لا تزال تؤمن بأنه إما أن الأمر لم ينتهي أو أن الأمر هو نتيجة للغش والخدع رغم هذا ليس هناك لغاية الآن أي إثباتات كبيرة وواضحة على أي نوع من الغش أو التزوير وعلينا أن نذكر أيضا يعني يمكن لنضع المشاهد بأشياء بتفاصيل يمكن ما بيعرفها كتير أنه الانتخابات تجرى في الولايات المتحدة في كل ولاية على حدوة وفي كل دائرة انتخابية تختلف عن دائرة أخرى فبالتالي إن كان هناك بالفعل غش لا يمكن أن يكون على مستوى واسع لأنه لا يمكن أن تكون مؤامرة وفيها مئات الألاف اللي ما بيسربوها فبالتالي أي غش على مستوى واسع شبه مستحيل في ضمن هذا النظام شكرك مونة الشقاخي بالقرب من البيت الأبيض شكرا جزيلا لكي مونة حقيقة هناك مجموعة من الأرقام المهمة جدا التي تتعلق بهذا لماذا هذه الانتخابات مختلفة؟ لأنه الحقيقة نتحدث عن انتخابات لأول مرة في التاريخ الأمريكي تحظى بهذه السخونة ربح جو بايدن السباق الرئاسي وخسر دونالد ترامب وبدأت عمليات تحليل أرقام أشرص عملية انتخابية رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية عمليات التحليل تلك بثق عنها عشرة أرقام تسهم في شرح تلك الانتخابات لماذا الانتخابات مهمة؟ الرقم الأول وهو كما تتبعون 65 مليون مقترع عبر البريد هو عدد الأمريكيين الذين أتيح لهم لاقتراع عبر البريد بسبب جائحة كورونا ومسألة التباعد الاتماعي رقم كان أكبر من طاقة العاملين في عملية الفرز فأبطأها وحبس العالم أنفاسه لأيام وكلنا عشنا هذا الموضوع ما هو الرقم الثاني؟ الرقم الثاني 18 هو النسبة المئوية التي عكست زيادة الإقبال على التصويت وأيضا في جميع المقاطعات الحضرية في وقت تخلى فيه الناخبون المتعلمون عن ترامب أربعة ملايين هو الرقم الثالث هو عدد الأصوات التي فاز بها بايدن على ترامب رقم ليس قليلا على الإطلاق الرقم الرابع وهو 58% من الرجال البيض هو نسبة الناخبين البيض من الرجال الذين أيدوا ترامب هذا العام أما الرقم الخامس فهو 2 مليون هو عدد الأصوات التي كسبها ترامب في المقاطعات الأشد تضرورا من فيروس كورونا أما الرقم السادس وهو رقم 42 هو رقم أشبه بنتيجة مباراة كرة القدب 42 إلى 7 لكنه مقياس تغيير المعركة الانتخابية عن العام 2016 بايدن صار على طريق الفوز في 42 مقاطعة كسبها ترامب قبل أربع سنوات فيما سلك ترامب الطريقة عينه في سبع مقاطعات منحت أصواتها للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلانتون عام 2016 ما هو الرقم السابع؟ الرقم السابع هو سبعة ويعود للنقاط المئوية التي خسرت ترامب أو خسرته مقاطعة ميامي في فلوريدا الديمقراطية أما الرقم الثامن فهو سبعين مقابل 92 تمثل هذه الأرقام أكبر هوامش الفوز في منطقة كولومبيا البايدن وترامب على التوالي فعلها بايدن في المعقل الديمقراطي في واشنطن دي سي بينما ترك ترامب بصمته في وامينغ التي لم تقف مع مرشح الديمقراطي للرئاسة منذ عام 1964 الرقم التاسع وهو رقم اثنين وهو عدد الخسارات التي تعرض لها ترامب في التصويت الشعبي الأولي أمام كلينتون عام 2016 والثانية أمام بايدن في عام 2020 أما الرقم العاشر والأخير فهو الرقم صفر هو رقم المرات التي اعترف فيها ترامب بخسارة الانتخابات الرئاسية يعني نستطيع القول أننا مازلنا في الرقم صفر ترامب لا يريد الاعتراف ترجمة نانسي قنقر نحن أمام الحقيقة أسئلة كثيرة جدا يعني رحت السكرة وجاءت الفكرة كما يقولون هدأت الأمور وبات الكل يطرح السؤال المتعلق بشخصيا اللي موجودين في الشرق الأوسط يقولوا ماذا ستعامل يعني بايدن معنا وفي العالم العربي نفس السؤال وفي الداخل الأمريكي نفس السؤال سأبدأ بمحور أولي في الداخل الأمريكي ما هي السيناريوهات المتبعة التي يمكن أن نتوقعها خلال الأربعة وسبعين يوم أو خلال لغاية عشرين يناير القادم سأناقش الموضوع معي من واشنطن الدكتور إدموند غريب وهو أستاذ العلاقات الدولية ومن القاهرة الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الأمريكي دكتور كمال دكتور إدموند أهلا بيكم معي شرفتوني في هذا اللقاء سأبدأ من الداخل الأمريكي سؤال سريع للدكتور إدموند غريب وهو نحن أمام سناني ومعكوس سنة 2000 حصل مع ألغور حينما خسر في مواجهة بوش الإبن وألغور قال مصلحة أمريكا قبل مصلحتي وتنازل الرجل عن القضايا وتسلم بوش الإبن والأمور مشت بسهولة الآن المضع معكوس بشكل كامل ترامب هل ينحو ترامب ما نحاه ألغور أم أننا أمام سكة محاكم وقضايا ستطول في الفترة القادمة أعتقد أنها ستطول بدون شك أن ما رأيناه هناك كما تفضلت وذكرت الموقف الذي تبناه الجمهوريون الآن هو الموقف الذي تبناه غور والديمقراطيون في تلك الفترة ولكن ما ينساه الكثيرون هناك من الاعتقاد سائد بأن ألغور بعد فترة قصيرة قبل بالنتيجة هذا غير صحيح استغرقت القضية 37 يوما في ذلك الوقت وقبل أن يقول غور بأنه هزم واعترف بالنتيجة وتوقف عن الرفع دعاوة وغير ذلك وقد يحدث نفس الشيء هذه الأيام إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يقوله بعض المستشاري الرئيس وخاصة أولئك المقربين منه مثل رودي جولياني وهو محامي للرئيس وهو أيضا عمدة مدينة نيويورك السابق الذي يتوقع بأن ستكون هناك خمس دعاوة ترفع يوم الاثنين القادم فقط وأنه ستقدم أدلة على وجود انتهاكات وشوائب وتجاوزات وبالتالي فأن هذا يعني بأن الرئيس سترامب على الأقل حتى الآن ما لم تحدث تغييرات غير متوقعة مستمر في الصراع وينوي الذهاب إلى المحاكم حتى إلى المحكمة العليا طيب دكتور كمال يعني السؤال الآن اللي همنا إحنا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط إنه حتى لو دخلوا في سكة القضاء بينهما فلن يؤثر ذلك على النتيجة الفارغ كبير ولا ننتظر مفاجآت هل هذا الكلام صحيح أم أنه المفاجآت قد تكون واردة لا أعتقد أن هناك مفاجآت كبيرة واردة والوضع مختلف عما كان عليه في عام 2000 عام 2000 كنا بنتحدث عن ولاية واحدة وربما مقاطعة واحدة داخل ولاية فلوريدا عندما حسم أمرها أمام المحكمة الدستورية حسم أمر الانتخابات يعني الانتخابات كانت معلقة على هذه النتيجة في هذه المقاطعة الوحيدة في هذه الولاية الوحيدة نحن الآن نتحدث عن عدة ولايات حتى لو صار ترامب في الطريق القانوني ووصل إلى المحكمة الدستورية العليا قد تحسم المحكمة الدستورية الأمر لصالحه في ولاية أو ولايتين ولكن ليس في كل الولايات وليس في كل الحالات وبالتالي لا أتوقع تغيير كبير في النتيجة المسألة الأخرى أنه اعتراف الرئيس بالهزيمة أو عدم اعترافه لا يعني أي شيء وليس له أثر قانوني الأثر القانوني في هذه المرحلة مرتبط أو معلق على قرار المحكمة والمحكمة الدستورية على وجه التحديد المحكمة الفيدرالية العليا إذا لم تنظر المحكمة في هذه القضايا وهذا أيضا أمر وارد هناك توقيتات معينة سوف يجتمع فيها المجمع الانتخابي استنادا للنتيجة المعلنة الآن وفقا لصناديق الانتخاب ونتيجة الاجتماع المجمع الانتخابي سوف يتم اختيار بايدن ويوم 20 يناير في ظهيرة 20 يناير سوف يكون على الرئيس ترامب مغادرة البيت الأبيع فما أريد أن أقوله هو اعتراف ترامب أو عدم اعترافه بالهزيمة لا يعني أي شيء من الناحية القانونية طيب أنتقل إلى نقطة أخرى أو سؤال في أذهان المشاهد الكريم لدكتور إدموند غريب دكتور الناس دائما القادم الجديد في تخوفات لكن الناس بتسأل عن ثلاث بصمات رئيسية كيف ستؤثر بصمة الرئيس الشخص يعني أنه ترامب ولا بايدن ولا مين بصمة الرئيس بصمة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس ديمقراطي ولا جمهوري بصمة المؤسسات ورصانة المؤسسات وعمقها كدولة مؤسسات هل يتغير الأمر بوجود الرئيس يعني هل فعلا يمكن أن يحدث انقلاب جزري 180 درجة في السياسة من قبل بايدن بعد أن جاء بعد ترامب بهذا الشكل وهل سنعكد ذلك علينا نأجله شوية لكن نشوف كيف تدار أمريكا فعلا هذه النقطة أيضا مهمة ولكن قبل أن أجيب على هذا السؤال أتفق مع ما ذكره دكتور كمال ولكن في نفس الوقت أيضا لن يكون هناك اعتراف مجرد اعتراف وسائل الإعلام وإعلان بايدن ذلك لا يعني بأن هناك انتهت القصة القصة لن تنتهي إلا عندما تنتهي كما يقال هنا ذلك يعني بأنه عندما تبعث الولايات المختلفة بأعداد من هو الفائز واللوائح الناخبين في المجتمع في المجمع الانتخابي هؤلاء هم الذين سيختاروا الرئيس إذا كان هناك تعادل وهذا مستبعد حاليا فأنه عندئذ الكونغرس هو الذي يختار طبعا قبل ذلك قبل أن يتم تقديم النتائج النهائية هنا تأتي دور المحكمة العليا المحكمة قد تقول بأنه في هذه الولاية حدثت شوائب في هذه المقاطعة يجب إعادة الفرز إعادة عدد الأصوات وبالتالي عندئذ يحدث ذلك ولكن لكن ليست هناك مفاجآت دكتور أدموند يعني ما أردت العاصل لا أستبعد أن تكون نعم أستبعد أن تكون هناك مفاجآت لأن الفروقات ليست كبيرة لهذه الدرجة وفي بعض الولايات هي كبيرة كفاية لا أعلم إذا كان هناك أعداد من أصوات المجمع الانتخابي كافية للرئيس هذا من ناحية من ناحية ثانيا السؤال المهم جدا لماذا لأنه فعلا في الولايات المتحدة على الرغم من أن هناك خلافات كبيرة أحيانا في الدور الشخصي لكل من المرشحين هناك فرق كبير في شخصية بايدن وشخصية ترامب مثلا ولكن كما تفضلت وذكرت المؤسسات تلعب دور مهم جدا بدون شك الرئيس له دور فعال ونشط وخاصة إذا كان هذا الرئيس شخصية قوية نرى فرق أحيانا في التعامل بين الرؤساء المختلفين نرى دور مختلف لنائب الرئيس ولكن إجمالا الرئيس له دور أساسي ومهم وهو يلعب دور أكبر خلال العقود الماضية مما كانت الأمور عليه قبل وكذلك نائب الرئيس ولكن في النهاية أيضا المؤسسات تعمل مجلس الأمن القومي له دور مهم وزارة الخارجية وزارة الدفاع الاستخبارات هناك دور للإعلام هناك دور لأصحاب المصالح الخاصة هناك دور للكونغرس وبالتالي هذه كلها ستلعب دور ولن تتغير شخصية ترامب وشخصية بايدن مختلفتين تماما وهنا قد نرى بعض الفروقات المهمة دكتور كمال يعني كعالم عربي فكرة التخويف يعني الواحد يخش على السوشيال ميديا دكتور محمد كمال ويشوف في حالة تخويف من جون بايدن بالرجوع إلى هيلاري بالرجوع إلى زمن ما كما الربيع العربي وما حدث وموقف هيلاري وموقف الديمقراطيين من جماعات الإسلام السياسي رغم أننا متناسين أن الزمن تغير والدول التي كانت هشة أصبحت دول قوية وراسخة وأن فكرة الديمقراطيين يعيدوا التعامل مع أوراق محروقة زي الإسلام السياسي زي الإخوان زي غيره ربما تكون مستبعدة لكن كلام بايدن وهو يتحدث عن القطيعة مع كل ما فعله ترامب قد يخيف نفهم الكلمة دي في هذا التخوف العربي في أي إطار يعني خلينا نفهمها في الإطار العام ثم نتحدث عن الإطار العربي بالتأكيد سوف يكون هناك قطيعة مع الماضي في عدد من القضايا في نهاية الأمر بايدن له قاعدة انتخابية لها مطالب معينة تختلف عن مطالب القاعدة الجمهورية أو قاعدة الرئيس ترامب وبالتالي سوف يسعى إلى تحقيق مطالب هذه القاعدة وفي هذا الإطار سوف يختلف أو سوف يكون هناك قطيعة مع الماضي المرتبط بالرئيس ترامب ولكن الحقيقة سوف يكون هناك استمرارية في بعض القضايا هناك توافق عليها يعني مثلا في الاقتصاد الاقتصاد يحتاج إلى حالة من الانتعاش إلى ضخ أموال من الحكومة الفيدرالية هذا في واقع الأمر بينتمي إلى الفكر الديموقراطي الليبرالي ولكن ترامب كان بيتبنى هذا الفكر هنا سوف نحن معنيين شوية بينا يا دكتور كمان يعني صدقني كل يغني على ليلة إحنا كنا بنتابع كلنا الانتخابات الأمريكية وأنت عارف اللي في أزهلنا أو في تخوف البعض من تصريحات بايدن مثلا انتجاه بعض الدول أنا رأيي أنا رأيي هذا التخوف مبالغ فيه لأكتر من سبب نعم السبب الأول بايدن بايدن يعني له ما يقرب من أربعين عام في العمل السياسي الجزء الأكبر منه كان في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ثم رئيس لهذه اللجنة ثم نائب لهذا الرئيس ما أريد أن أقوله هو أنه يعرف المنطقة جيدا نعم وعندما يعرض عليه أي ملف يتعلق لديه معلوماته ولديه ذاكرته التاريخية فيما يتعلق هذا المسألة الأخرى تتعلق بدور المؤسسات سوف يكون هناك اختلاف في عملية صنع القرار لدى الرئيس المحتمل بايدن أنه سوف يعتمد بشكل أكبر على المؤسسات المؤسسات الأمريكية وخاصة المؤسسات الأمن القومي نستطيع أن نقول أنها ليس لها أيديولوجية سياسية معينة ولكن تقوم على حسابات المصالح الوطنية والولايات المتحدة ما زال لها مصالح وطنية قوية في الولايات المتحدة النقطة الأخيرة هو أن الجمهوريين أيضا ما زالوا في الصورة المجلس الشيوخ قد يكون به أغلبية جمهورية ولهم مواقف واضحة تختلف عن مواقف بايدن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وهؤلاء سوف يمثلون كوابح أو فرامل في حالة التعامل في اتجاه معين للطيار الليبرالي يعني خبر العاجل الآن جورج بوش لقدر الأب أو الابن يعني كنا تحدث هاتفيا لتهنئة بايدن بالفوز رئيس جمهوري الابن بالتأكيد الأب توفي لكن طبعا دكتور ايدموند السؤال الآخر وهو يعني لأنه واضح أن الجمهوريين بدأوا يهنوا يعني بايدن يعني فيه تسليم واعتراف بالنتيجة طب دكتور ايدموند معلش الناس بتسأل بصمة أوباما كيف ستظهر في بايدن يعني بايدن في يوم الأيام كان نائب رئيس بالنسبة لأوباما واشتغل في دبلوماسياته وحكوماته ويقف جنب الرجل وسيعطي استشاراته أكيد لكن بصمة أوباما تظهر في بايدن الرئيس إزاي هل يعني خصوصا في الملف الإيران ناوي خلينا كون صريح في سؤالي نعم بدون شك أولا الملف الإيراني هو أحد القضايا أحد الملفات الأساسية التي ستظهر بصمة الرئيس أوباما الرئيس أوباما كان وراء الصفقة مع إيران مجموعة الصفقة دكتور أدموند غريب دكتور محمد كمال أنا بعتذر جدا سأقطع هذا النقاش لأني مضطرة أن أنتقل مباشرة لهذا المؤتمر الصحفي للمبعوثة الأممية في أشأن الليبي في تونس لأن فيه بكرة اتماع مهم جدا نتابع ماذا تقول لهم جاءوا إلى تونس في هذه الظروف الاستثنائية محملين بالكثير من الزخم الذي بنينا على الأرض في ليبيا وهذه فرصة لا يريدون أن يفقدوها إنها فرصة فريدة من لوعيها وفي كلمة الختامية التي وجهتها لهم اليوم في جلسة الاتتاح ذكرتهم بما جلبنا إلى هنا فنحن نعمل بإطار المهمة الموكلة إلينا من قبل البلدان والمنظمات الإقليمية التي تشاركت في مصر برلين التي أفضل إلى عقد المؤتمر الدولي الذي عقد في 12 من يناير ونتائج هذا المؤتمر تمت المصدقة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي وأكد مجلس الأمن على ذلك في القرار 25 42 فيما يتعلق بالمصار السياسي هذه البعثة أوكلت لها مهمة جمع ليبي للعمل ضمن إطار ليبي أساسي وهذا يتمش مع ما سمعناه طيلة السنتين أو سنة وثلاث الماضية بينما كنا نبني إطاراً لعقد مؤتمر دولي في غدامس كان يمكن أن يعقد في برول 2019 ما لم يحدث الهجوم الذي نحن تعرفه هل هذه ترجمة للرئيس الفائز جو بايدن نتابع هذه الصور كما كنا نتابع صور ترامب وهو في ملعب الجولف جو بايدن يظهر الآن في صور مباشرة له في هذه اللقطات الآن التي تظهر جو بايدن حقيقة نحن نلهث خلف كل خبر يمكن أن لا نغيب المشاهد الكريم عود للمؤتمر الصحفي للمبعوث الأممية في تونس بالموضوع الليبي للمبعوث للمبعوث حسناً 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 مؤتمر برلين which were endorsed by Security Council Resolution 2510 and of course a number of accompanying Security Council resolutions with regard to Libya that go back for some years so what we have been tasked to do is to build an intra-Libyan peace process and national reconciliation process and the the Berlin conclusions in Resolution 2510 affirmed that the Libyan political agreement which was signed in 2015 should serve as a framework for the political process that is underway now so the LPA is a framework as well as other relevant UN Security Council resolutions and the principles that were agreed in Paris Palermo and Abu Dhabi UN Security Council Resolution 2510 echoed the requests of Libyans that we have really a process that is inclusive and that leads to the establishment of a functioning Presidency Council and the formation of a single unified inclusive and effective Libyan government it also tasked the mission with ending the long period of transition of successive interim governments and to really address the crisis of legitimacy through a firm road map leading to national elections and the creation of institutions that reflect the will of the people of Libya democratic institutions and that elections will be organized by an enabled higher national elections commission عقد ذلك من خلال لجنة الانتخابات العليا إذن هذا ما جمعنا اليوم واليوم نحن على وشك أن نطلق رسميا غدا تحت رعاية الرئاسة التونسية والرئيس سوف يوجه كلمة إلى المجتمعين غدا ثم سوف تنطلق العمال إذن ما أود أن أشير إليه هو أننا كمنا بإعداد خطة خارطة الطريق هذه وهناك توقعات بأن شيئا ملموث يمكن التوصل إليه في غضو الأيام الستة المقبلة وما سنقوم به بعد جلسة الافتتاح التي سيتم خلالها طرح أفكارنا إلى المستمعين بشكل الطريق هذه وبعد ذلك سوف نغوص في المناقشات واقترحنا أيضا وقدمنا توصية بأن يكون ثمة بعض المبادئ التي تقود مناقشاتنا خلال الأيام المقبلة وطرحت ذلك على المشاركين في الاجتماع اليوم طبعا لدينا مبدأ الشمولية معنى كافة المشاركين في عملية الحوار يجب أن يعاملك المتساوين ويعطوا الفرصة للحديث وطبعا طرح أفكارهم وبعد ذلك سوف نعكف على تسجيل كافة النقاط سواء كانت تعكس أم لا آراء الغريبية كافة الآراء سوف يتم تدوينها والاستماع إليها عفوا تفضل بالإضافة إلى كما قلت القرار المجلس الأمن عدد 25 ويأتي هذا استجابة للاحتياجات الليبية ونعرف أن الاحتياجات الليبية تتمثل خاصة في أن يكون بناء السلام مسار شاملا لجميع الأطراف أن نخرج بفعالية أكثر ونجاعة أكثر للمجلس الرئاسي وكذلك حكومة تمثل كل الليبيين وتكون ذات فعالية ونجاعة وقادرة على السيطرة وبسط حكمها على ليبيا البعثة أنهت تحاول في هذه المساعي انهاء مرحلة الانتقال وانهاء أيضا مرحلة الحكومات المتعاقبة والبلوغ نوع أو شكل من المشروعية من خلال خارط الطريق تؤدي بنا إلى انتخابات شفافة وديمقراطية تفضي إلى سلطة مناطف في مؤسسات منتخبة تمثل الشعب الليبي وهذا كله يمثل سبب تواجدنا هنا وعملنا على هذا المنتدى الذي سينطلق يوم الغد برعاية الرئاسة التونسية التي نشكرها على دعمها واستضافتها وكرمها الرئيس التونسي سوف يقدم كلمة افتتاحية يوم الغد وخلال هذه السبت أيام سوف نعمل على تطوير خارط الطريق بعد كلمة افتتاحية سوف نقوم بتقديم جملة من الأفكار التي نعتبرها مبادئة أساسية يجب أن يتم احترامها واعتمادها في خارط الطريق سوف نفتح المجال فيما بعد إلى نقاشات والمبدأ الأساسي في هذه النقاشات هو الشمولية للجميع لكل المشاركين سوف يتم الاستماع لكل الأراء وسوف نقوم بتسجيل كل النقاط وكل تدخلات وكل الأفكار بغض النظر عن المشارب وعن التوجهات السياسية أما مبدأ الثاني فهو مبدأ الشفافي أن كافة القرارات يجب تتخذ بالإجماع ولن يكون هناك قرارات نهائية ما لم يتم صدق عليها في الجلسة العامة هو مبدأ الشفافية أي أن كل القرارات يجب أن يتم اتخاذها بشكل علني في الجلسة العلنية في الجلسة العامة وسوف يتم تدوينها أيضا بشكل علني أما نبدأ الثالث فهو مبدأ الكفاءة حيث أن أهداف كافة المشاركين ينبغي أن تكون الوصول إلى نتائج لمصلحة الأمة وليبيا عمد سميل سوف تقترح قواعد وآليات لتيسير المناقشات 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 ووجود الرغبة لتقديم التنازلات لمصلحات ليبيا أما المبدأ والرابع اللي أتوقف المبدأ الثالث الذي سوف نشدد عليه هو مبدأ الفعالية ومنعني بذلك أن كل المشاركين يجب أن يعملوا بجد لكي تكون النتائج ومخرجات هذا الملتقى تصب نحو مصلحة ومنفعة ليبيا ككل ونحن في البعث الأممية سوف ندفع نحو بلوغ هذا التوافق تجاوز كل العقبات والمشاكل الموجودة وكذلك سوف نسعى لترسيخ جو من التوافق وهذا ما شعرنا به اليوم خلال تدخلات الافتتاحية من طرف المشاركين شعرنا بيروح من التوافق ورغبة في التنازل لمصلحة ليبيا The fourth principle we articulated was the principle of pluralism تعددية where we recognize the diversity of the views among the 75 أرى بما بين الليبيين المشاركين في الاجتماع ونحن نشجع المشاركين على توصل إلى حلول المشاركين على الحلول الوسط لا نسمح للغاء الأغلبية بأن تفرد آراءها على باقية المشاركين والمخرجات يجب أن تقر وتصادق على كافة المكونات الاجتماعية الليبية وكذلك مكونات المناطق والآراء المعبر الذي سوف نعتمده في هذا الملتقى هو التعددية وهذا ينبني على اعتراف منه بتعدد وتنوع النسيج الليبي وهذا ما سوف نقوم بترسيخه وتشجيعه في هذا الملتقى سوف نشجع الأراء المختلفة والتي تصب كلها نحو بلوغ حلول توافقية وهذه الحلول ستكون واضحة في مخرجات الملتقى وسكون شاملة لكل الأطياف المختلفة في المجتمع وكذلك المناطق المختلفة في ليبيا نكتفي بهذا القادر من المؤتمر الصحفي لإستفاني ويلجمز الأمين المساعد أو التي تقوم بدور الأمين الأممي المبوث الأممي لليبيا تحدثت هي عن خارطة طريق قادا هناك الحوار التونسي الذي تحدثنا عنه كثيرا في الأيام الماضية أحد منتجات أو أحد مخرجات مؤتمر برلين وكانت تتحدث عن خارطة طريق دعوني أشير فقط إلى ما هو المعلن من خارطة الطريق الكل يريد أن يقول يناقش الوصول إلى دولة ليبيا مدنية أول شيء الاستفتاء على الدستور وهذا الدستور تم الانتهاء من صياغته من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو فيه نقاط خلافية طبعا بعد كده فيه انتخابات برلمانية ثم أيضا انتخابات رئاسية تنتد سلطة مدنية وأيضا بناء جيش موحد ورفض التواجد العسكري والتمسك بطرابلس باعتبارها العاصمة هذه النقاط اللي هما ينقشوها غدا في هذا الاجتماع المهم الذي سنطلق غدا في تونس كان هناك بوزنيجا في المغرب وهو اجتماع تونس بيعقد بهذا الشكل سبقوا في تسعة وعشرة من أكتوبر شهر اللي فات كان فيه اتماع لهؤلاء الذين يتمعون في مالطة ووضعوا نقاط للنقاش عليها أو التفاوض عليها تبدأ غدا سعادة النائب في البرلمان الليبي وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي سيد علي التكبالي سيد علي خارطة الطريق الموضوعة أمام المتحاورين غدا في تونس يعني البعض يراها كبيرة يعني يعني مبالغ فيها هل يمكن أن يتفقوا على كل هذه النقاط يعني استفتاء انتخابات رئاسية انتخابات برلمانية جيش كل وراف التواجد أجنبي خارطة الطريق يعني تطمئن أم تقلق الحقيقة أنا لا أرى في خارطة الطريق هذه أي شيء سوف يتحقق لأسباب كثيرة هناك الكثير من التضاد هناك الكثير من الغموض هناك الكثير من عدم معرفة الألية التي سوف يتم بها هذا النقاش فنحن نعلم أن البعثة قد جاءت بأسماء ملغومة تمثل يمثل فيها التيار الإسلامي وهو ضئيل جدا في الشارع يمثل فيها حوالي سبعين في المية من كل الذين يحضرون أيضا هناك سوف يكون نزاع كبير تتكلم عن الدستور الدستور كان لأربع سنوات وكانت فيه ألف معضلة ثم تتكلم عن الانتخابات وكأن الشعب الليبي الآن يعيش في أحسن حالاته وفي استقرار تام والانتخابات تعالى وأدلي بصوتك أيها الليبي وأنت فرح ومسرور وليس هناك من ورائك من تزويرات ولا من دفع للأموال ولا من شيء آخر إذن فهذا الكلام هو كلام مبالغ فيه نتمنى أن نصل إلى الاستقرار ولكن الآلية التي سوف نصل بها إلى هذا الاستقرار ليست موجودة هناك رغم ذلك أتمنى أن أكون مخطئاً يعني سعد النائب أستاذ علي نحن أمام نعين من الاعتراض اعتراض على أشخاص سيحضروا هذا النقاش غداً في تونس واعتراض على نقاط مطروحة للنقاش خلينا نتجاوز فكرة الاعتراض على الأشخاص الذين سيحضروا هذا النقاش ونأتي إلى النقاط الموضوعة للنقاش المتن بتاع هذا النقاش يعني هذا الحوار في تونس ما الذي تتمنى أن يناقش طيب ما الذي تأمل أو تشعر أنه قابل للتنفيذ في حوار تونس غداً أنا كنت أتمنى صراحة أن يستمر النقاش حول الوضع الأمني قبل كل شيء فلا يمكنك أن تفعل شيئاً إذا كان الأمن ليس مستتباً في البلاد وكانت مبادرة برلين والمبادرة الليبية المصرية تصر على ذلك ولكن يبدو أن هناك تمييعاً لكل ما كان قد وفق عليه العالم فإذا أرى أننا نركب الحمار بالمقلوب وأننا نسير في اتجاه خاطي وأن الغرض من هذا المؤتمر ليس الاتفاق على شيء بل الاختلاف على كل شيء يعني المجتمعون غداً في تونس قالوا جاهزون لإنجاز حل توافقي في موضوع المصار الأمني يعني أنا أقصد أنه هل ممكن نقفز على فكرة التشكيك وننتظر النتائج ربما يحدث ما لا يعني ما يتمناه الجميع سعادة النائب كنت أطرح عليك فكرة نعم أسمعوك الآن آه يعني المجتمعون في تونس يقولون نحن جاهزون لحل توافقي في أوله ينبني على المصار الأمني يعني واضح أنهم سمعوا أمنيتك في فكرة نحن لابد أن نركز على المصار الأمني تسمعني سعادة النائب طب أنوه فقط لنقطة مهمة جداً ربما هناك مشكلة في الصوت من المصدر من هناك مع سعادة النائب علي التكبالي ولكن خلينا نركز على نقطة مهمة جداً فيما هو مطروح بالغداً وهو المنتظر نقاشه في فكرة الوصول لخارطة طريق ربما تكون جزء من الحل الداخل الليبي وشير فقط إلى ما أشاد به وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان بسير المفاوضات بين الأطراف الليبية المختلفة وأشار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة على وجود توافق في المواقف بين مصر وفرنسا حول الأوضاع في ليبيا تطرقنا إلى الأزمات الإقليمية وأولها ليبيا لاحظنا أن تطورات الأسبوع الماضية تذهب في الاتجاه الصحيح اتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي والمحاولات الجارية حول أساليب تنفيذه والتنظيم الحالي لمنتدى الحوار السياسي الليبي ودور مصر في هذه التطورات كان أساسيا هناك درب بدأ يرتسم ويتعين علي أن نعززه معا من جهته أكد شكري أن مصر ستستمر في تعزيز الجهود الأممية والدولية لتعزيز التوصل إلى اتفاق ليبي مشيرا إلى أن استمرار التدخلات الخارجية وإشراك الإرهابيين في ليبيا سيدفع الأمور للأسوأ لا نرى هناك مجال لإشراك الميليشيات والتنظيمات الإرهابية العناصر الإرهابية التي جلبت من سوريا لتعقيد الموقف واستمرار في الساحة السورية لتزيد من التعقيد والاستقطاب وتدفع الأمور إلى ما هو أسوأ لا الشعب الليبي القدرة ولديه الكوادر ولديه استراحة قصيرة نعود بعدها ونفتح بقية ملفات حدث اليوم في ساعته الثانية بدأت الإصابات تقترب من المليون الثاني هناك تمديد طبعاً لمنع التجوال أيضاً في كثير من المناطق نحن مقبلون على دروة الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع المقبل بالمقابل إذا انخفضت في الوثيات يعلو في عدد الإصابات نحن نصف الحالات عملياً لم تتجاوز عمارهم الخامسة والأربعين مستشفى سيدة لبنان بصدد الإغلاق التام هناك مبادرات فردية من بعض منظمات المجتمع المدني أنا أرى عمليات الأحصاء وكيفية إحصاء الوفيات ملايين من الذين أصيبوا بهذا الفيروس لكنهم لم يتصروا بالسلطات الصحية ماذا يعني مثل هكذا توصل؟ يتواصل سباق ما يسمى باللقاحات الواعدة في نظرية تقول أنه مستحيل إيجاد لقاح تقنية تعتمد على التسلسل الجيني على ذوارد باعتقادك طبياً في ظل عدم وجود لقاح هناك 440 دراسة حول العالم فقط أربع دراسات عربية ما نسمعه الآن هو التسفيق بالتواقم الطبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفنطة وتحكوها العشوائية سنوات تركت آثاراً ستبقى طويلاً في الزاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو ترجمة نانسي قنقر رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان ولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفوتت بالغاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يلقي بتداعياته على بقية الملفات والأحداث الأخرى أعود وأذكركم بأبرز العنوين التي ستكون معنا في هذه الساعة أيضاً نبدأ بالعنوان الأمريكي بايدن المنتشي بنصره يعد بالقطيعة مع حقبة سابقة وترامب يغرد مجدداً الانتخابات مزورة العنوان الثاني سيكون ليبياً هذه الساعة أيضاً وفي تفاصيله حوار تونس المحاط بالمخاطر ينطلق غداً وأسطى تهديد ميليشياوي وويليامس تريد سقفاً جديداً من التقدم العنوان الثالث سيكون سورياً في هذه الساعة وفي تفاصيله مذاهمات وأسرى وإغلاق طرق صراع روسي إيراني عبر قوى محلية تشهده درعا الهادعة العنوان الرابع والأخير سيكون من لبنان وفي تفاصيله باسيل المصدوم من العقوبات واشنطن المفاجأة يطالبها بالدليل ويقول تحالفي مع حزب الله في مصلحة لبنان ستبقى ربما لأيام البدايات دائماً تكون أمريكية نبدأ أيضاً من الأمريكا فقد توجه الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته ترامب إلى ملعب الجولف الذي يملكه في برجينيا قرب واشنطن لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا بينما لم يعترف ترامب بهزيمته ويقول بدون تقديم أدلة إن عمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات من جهته توجه جو بايدن صباح الأحد إلى الكنيسة في مدينته في ولاية ديلاور يذكر أن الرئيس المنتخب كاثوليكي ملتزم ويحضر القداس بانتظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واضح أنها كنيسة ومقابر يعني الرئيس المنتصر في الكنيسة وزور الموتى والمنهزم في بلعب القلف هذا هو الحال الأمريكي لكن دعونا نسأل هذه التساؤلات المهمة ماذا يمكن أن يفعل ترامب في هذه الفترة فترة تسيير الأعمال التي تستمر 74 يوم حتى نصل إلى 20 يناير ثلاثة مسارات يمكن للرئيس الأمريكي ترامب أن يمارس صلاحياته فيها خلال الشهرين المقبلين ماذا يمكن أن يفعل أي حتى انتهاء وليته في 20 يناير المقبل بحسب موقع سيان أن الإخباري من المتوقع أن يقوم ترامب بإصدار إما إعفاءات أو تسريحات رفض يعني أو إصدار أوامر تنفيذية تخص ملفات أمنية معينة أولا بالنسبة للإعفاءات ماذا يمكن أن يفعل حيث من الممكن أن يصدر ترامب مجموعة من الإعفاءات لعدد من معاونيه السابقين مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فيلين الذي يخوض معركة قضائية شرسة كما يمكن لترامب أيضا أن يصدر عفو عن أفراد عائلته وحلفائه بمن لديهم قضايا تتعلق به الإحتيال والنصب وغير ذلك ثانيا ماذا يمكن أن يفعل ترامب يستطيع أن يقيل للناس حيث يحق لترامب أن يسرح يمشي بعض من المسؤولين الذين يحتفظون بمناصبهم بعد انتهاء ولاية ترامب وقد يستهدف ترامب شخص تابعناه كثيرا أيام كرونا أنتونيو فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية مدير التحقيقات الفيدرالي أيضا كريس راي الذي عين في 2017 لمدة عشر سنوات ثانيا يستطيع أن يصدر أوامر ما هي الأوامر؟ أوامر تنفيذية التي قد يصدرها ترامب خلال فترة ولايته لتصعيب الأمر على من يأتي بعده على جو بايدن من الملفات الأكثر ترجيحا أن تستهدف في هذا المجال ملف المهاجرين تحديدا وبالتحديد تفكيك برنامج داكا وهو برنامج القرار المؤجل للواصلين أطفالا بحيث يلغي فترة تأجيل قرار الترحيل الذي يتمتعون به كما أن ترامب لديه صلاحية مستمرة في الحمل الحقيبة النووية وله الحق في التصرف في الحقيبة النووية أشياء تخص الداخل الأمريكي ويبقى لترامب صلاحياته في الرئاسة حتى حفل التنصيب الرئيس الجديد عادة ما يكون في يوم 20 يناير القادم وحضور حفل التنصيب يعني إلزامي لكل من الرئيس المنتخب والرئيس المنتهي ولا يتغو بموجب الدستور الأمريكي حتى لو ترامب فضل زعلان غاضب محتج هيحضر حفل التنصيب شاء أو أبا إذن يعني أسئلة كثيرة جدا يمكن أن نناقشها في هذا الموضوع لكن واضح أن القرارات المؤجلة أو التي يستطيع ترامب أن يتخذها تخص الداخل الأمريكي لكن نحن هنا في الشرق الأوسط في العالم العربي بيهمنا شيء واحد كيف سينعكس على ملفتنا هنا في العالم العربي في منطقة الشرق الأوسط ونقش هذا الموضوع معي الكاتب الصحفي أستاذ عبدالوهاب بدرخان هو معي من لندن أستاذ عبدالوهاب أهلا بيك يعني أكثر عنوان ملفت للنظر أو الناس تتابعوا تحديدا وهو ماذا يمكن أن يفعل بايدن مع الملف الإيراني النووي شفنا يعني بومبيو في مشاكسة مع خامنعي نفسه على تويتر وهنا السؤال لأن البعض بيقول أن بايدن متأثر بأوباما وأوباما سيعطي بصمة على بايدن بسبب الاثنين من حزب واحد وتربطهم علاقات واشتغلوا مع بعض قبل ذلك يعني فهل ستظهر بصمة أوباما على بايدن في الملف الإيراني النووي سيعيد أشياء يلغي أشياء أولا بالنسبة إلى الرئيس ترامب وماذا يمكن أن يفعل لا أحد يتصور أنه سيتمكن في هذه الفترة من تشديد العقوبات أكثر مما هي مشددة ربما فرضت عقوبات جديدة هذا ممكن أكثر من ذلك كنا نتوقع أحداثا قبل الانتخابات لإحراج ترامب وإدارته كأن يكون هناك هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أو اغتيال جنرال معين كما هددت إيران لكن كل ذلك لم يحصل بالنسبة إلى جو بايدن وخياراته صحيح أنه يذكر بإرث أوباما لكن ظروف أوباما هي مختلفة لا شك أنها تغيرت لا الإدارة الأمريكية بتفكيرها الآن مثل الإدارة التي كانت قبل أربع سنوات مع أوباما ولا إيران نفسها أيضا بنفس الحالة السياسية والنفسية للقادة الإيرانيين سيد الرهاب على الشاشة يمكن يمشون أن نفوت شيء على الشاشة الآن على السين أن بتقول أن ميلانيا ترامب تنصح ترامب بأنه يتقبل الهزيمة أن يتقبل الخسارة وأن يعترف بالأمر في أسرته في داخل بيته واضحت بدأت تظهر أصوات كنا ذعنا أيضا أنه بوش الرئيس بوش الابن اتصل ببايدن وهنقه وهو جمهوري عتيد واضح أن الموجة في إطار أنه لازم الراجل يعترف بالهزيمة فضل قاطعتك نعم نعم يعني العائلة لا تريد جرسة أكثر من هذا ولا الحزب الجمهوري وأيضا هذا يشكل نوع من مخرج لترامب من معركته التي لم يعود لها معنى كنت أقول أنه بالنسبة إلى جو بايدن كنا سمعنا الكثير من التحليلات والواضح أو المؤكد أنه سيعود إلى الاتفاق النووي لكن المسائل الإجرائية بشروط سمعه من أن يرفع فورا العقوبات وهو ما تتمناه إيران ثم أن هناك مطالبات أصبحت عمليا فرضت نفسها بأن الاتفاق النووي لا بد من تعديله في ثلاث مجلات الأول هو مدة الاتفاق ومفاعيده ثانيا البرنامج الصاروخي وثالثا السياسات الإقليمية بالنسبة إلى تعديل الاتفاق أعتقد بأن إيران زادت من مخالفاتها لهذا الاتفاق لكي تستطيع إذا حصل التفاوض أن تتراجع وبذلك تبدو كأنها تقدم شيئا للرئيس الأمريكي أو للمفاوض الأمريكي أما بالنسبة إلى موضوع الصواريخ فاحتمال أن تكون هناك تسوية ولكن صعبة جدا لأن إيران تعتبر أنه لم يبقى لها كسلاح استراتيجي إلا هذه الصواريخ نأتي إلى المسائل الأخرى المتعلقة بالسياسات الإقليمية يعني ليس هناك تصور واضح كيف يمكن التفاوض الأمريكي الإيراني أن يقدم حلولا للأزمات المتفرعة عن التدخلات الإيرانية وما تسميه إيران حالة النفوذ التي تتمتع بها سواء في سوريا في لبنان في العراق في اليمن كل هذه أزمات تنتظر نوع من مساومات لكن يعني الانتباع العام لدى المحللين أن إيران أو نفوذ إيران أصبح موضع تساؤل في كل هذه البلدان من عدة طبعا اليمن حيث هناك حالة مختلفة لكن حيث لها نفوذ أصبح هذا النفوذ موضع تساؤل من شعوب سوريا ولبنان والعراق يعني بنفس الوقت أستاذ أبلوهاب لم يقرأ أحد أو يهتم أحد بقراءة الطرف الآخر بمعنى إيران السنة القادمة يكون عندها رئيس جديد عندها انتخابات رئاسية وهناك تغيرات يقال أنها في البنية بنية الولاية الفقه نفسها ربما تحدث تغيرات الشيء الآخر أن هناك نية تحت شعار حفظ ماء الوجه كما يكتب البعض ويقول بأنهم جاهزين لأي طلبات تأتي من غير ترامب يعني أي شخص سيقدم طلبات أو أمامر للإيرانيين سيوقعون عليها حتى لو كان فيها أشياء كثيرة جدا واضح الطرف الآخر أرهق وجاهز لأن يوقع على أي شيء بشرط ألا يكون ترامب وربما هذه فرصة للمنطقة كما يكتب البعض هل توافق على هذا الطرح؟ نعم على أي حال إدارة ترامب والإيرانيين دخلوا في مفاوضات تمهيدية أو فقط لتبادل الأفكار وتوصلوا إلى كثير من الصياغ التي يمكن أن تكون ممهدة لتسوية معينة ولدى بعض الإيرانيين في النظام قناعة بأن أي اتفاق كان يمكن أن يكون أفضل مع ترامب لكن المسألة التي حسمت انتظار بايدن أو تمني فوزه هو أن إيران شعرت بإهانة كبيرة من العقوبات المشددة التي فرضت عليها وزاد على هذه الإهانة أن جنرالا كبيرا هو صانع السياسات الإقليمية لها وقاسم سليماني قتل ولم تستطع أن تثأ له بالشكل الذي تمنته لذلك يمكن للفريق الأمريكي إذا كان هناك بادل جيد للمعلومات والملفات يمكن لفريق بايدن أن يبدأ من موقع متقدم بالتفاهم مع الإيرانيين لكن بكل الأحوال لم تعود أمريكا قادرة على قبول الاتفاق النووي بشكل الحالي لم تعود قادرة على قبول البرنامج الصاروخي بشكل الحالي ولا السياسات الإقليمية ومنتج عنها كما هي الآن يعني إيران حاليا لكي تحصل على اعتراف بنفوزها هنا وهناك وهناك لم تعود إيران 2015 أو 2016 بعدما عقد الاتفاق النووي نفوزها أصبح الآن أكثر ضعفا وهي أيضا خرجت من موضوع العقوبات لم تخرج بعد ولكن يفترض أنها إذا خرجت من العقوبات سيكون اقتصادها مرهق مرهقا وأمريكا ليس فقط أنها تريد أن تمنع إيران من الحصول على قبولة نووية لكن أيضا تريد أن تجري نوعا من التطبيع سيد زعب الوهاب سؤال أخير لو تسمح لي وهو فكرة تتعلق بتصريحات الرجل حينما كان مرشحا وتصريحات الرجل حينما يدخل البيت الأبيض ويصبح رئيس أمريكا أنا هنا أسأل عن مصر عن بعض الكتابات المؤخرة التي أخذت تصريحات لجو بايدن حينما كان مرشحا وبدأت تتوقع سياساته تجاه مصر في الفترة القادمة البعض يقول التخوف ليس في محله مصر راسخة الآن مصر قوية عندها مؤسسات ولا يمكن أيضا بايدن أن يكون لديه تهور سياسي كما كان سابقا أم هيلاري أو ترشحتها أو شيء من هذا القبيل هل تشعر شيء طارئ في السياسة الأمريكية تجاه مصر في عهد بايدن؟ يعني ربما لا يكون الود كاملا لكن بنفس الوقت الظروف التي أملت على أوباما سياسته يعني اختلفت أيضا إذا كانت هناك في الماضي مراهنة على تيار الإسلام السياسي فلا شك بأن الولايات المتحدة راقبت ما حصل خلال السمانية أو سبع سنوات الماضية وأصبح لديها فكرة أوضح عن قدرات التيار الإسلام السياسي عقليته السياسية البالية نعم عدم تمتع أقطابه بالكفاءة السياسية بالكفاءة إدارة الدولة بنفس الوقت أمريكا متعودة يعني أنه في حال فشل طرف في أن يثبت نفسه فهي تتخلى عنه أو تبقي على علاقات ضئيلة فقط أو روابط صغيرة فقط لاستعداء لاستعماله في سياساتها دعني أقول القذرة نعم أنا بشكرك الكاتب الصحفي الكبير وسيزعب لوهاب أدرخان وسيزعب لوهاب شكرا جزيلا لك لم ينتهي حالة اليوم مستمرونة وبعد الفاصل جبران باسيليا تحدى واشنطن بكشف فساده ترجمة نانسي قنقر لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لـ 24 ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثا عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين معنا في الحدث اللبناني متابعة جبران باسيل في تحدي وصل إلى واشنطن قبل الداخل اللبناني جبران باسيل وزير الخارجية السابق رفض أن يكون فاسدا وتحدى واشنطن بتقديم مستندات تثبت أسباب فرض عقوبات عليه كما تمسك باسيل بالعلاقة مع حزب الله بحجة الوحدة الداخلية لكنه قال أنه يختلف مع حزب الله يعني بشأن وجود إسرائيل في محاولة التفاف غربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهدف إبطال القرار لفقدين الأساسي القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي وموعدة ساعتها بيكون مع القضاء الأمريكي مع علمه أنه يلي إجا بالسياسة بيشح تتقلم بيروح بالسياسة خاصة أنه البند الرابع من شروط إلغاء العقوبات بيحدد أنه يمكن أن تلغى إذا اقتضت مصلحة أمريكا هيدا الشيء افتحوا الملفات وبعتوا البرهين وأنا من جهتي مستعد لأي مواجهة أعطوني واقعة واحدة وإثبات واحد سموا شركة واحدة من الشركات الواجهة يلي أنا أنشأتها وحكيتوا عنها وحددوا حساب مصرفة واحد أو حوالي أي حوالي ترتبط فيي مباشر أو غير مباشر أشير فقط إلى العاجل الذي ظهر على شاشتنا الآن وتبعا لإعلام النظام السوري أربعة جنود أمريكيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم على طريق الحسكة دير الزور سينضاف هذا المحور إلى نقاشنا في الملف السوري حينما نفتحه ونحن نتحدث عن المحافظات الجنوبية درعة وسويدة في هذه النقطة سنوى فيكم طبعا بكل ما هو جديد يتعلق بهذا العاجل الذي على شاشتنا الآن أعود للملف اللبناني سأناقش ما قاله جبران باسيل اليوم بهذا الشكل مع أستاذ القانون الدولي ويعني رئيس منظمة جستسية الحقوقية دكتور بول مرخص دكتور بول أهلا بك كيف يمكن لجبران باسيل أن يرفع قضية على أمريكا يعني شخص يرفع قضية على دولة كيف هو قال أنه يكلف مكتب محامي ويرفع قضية ويطالب بتعويض الأمر لا يعني يصير على هذا النحو من أدرج على لائحة العقوبات يمكن له التظلم أمام المرجع الإداري الذي أدرجه أي وزارة الخزينة الأمريكية وهي في السنين القليلة الماضية نادرا ما تحذف أسماء أدرجتها الأوفاك مكتب مراقبة الأصول والموجودات الأجنبية لسبب يتعلق بقانون قيصر أو قانون مكافحة التمويل حزب الله أو العقوبات الإيرانية أو ما أدرج على أساسه النائب باسيل وهو قانون مكنيتسكي لمكافحة الفساد ومنتهكي حقوق الإنسان فنادرا ما ترفع الإسم ويمكنه الذهاب إلى المحكمة الأمريكية عبر توكيل مكتب محامات أمريكي لكن لا تسير الأمور على نحو الإدعاء على الدولة الأمريكية لأنها استندت في ذلك إلى قانون وهذا القانون ينظم عمليات إدراج الأسماء ولا أيضا يعني يعقل أن نرى الإدارة الأمريكية تسدد أي بعوضات في هذا الشأن لأنها مستندة إلى قانون وهذا القانون معتبر من القوانين غير المطعون بها وثارية المفعول وبالتالي فإن السيناريو الذي ينص على إمكانية الإدعاء على الدولة الأمريكية أو مطالبة الدولة الأمريكية بالتعويض هو أمر نعم ممكن يعني ممكن الإدعاء ربما لكن لا أعتقد أن هكذا قضية تسفر بل أن المصاب يجب أن يتجه بوجه وزارة الخزينة ومعها لرفع الإسم حتى إذا دمعت يتم الذهاب إلى القضاء الأمريكي وهكذا تحصل الأمور عادة دكتور بولي ما الفرق بين العقوبات اللي فردت على يوسف關يانوس وعلى علي حسن الخليل والعقوبات اللي فرضت على جبران باسيل لأنه في إرهاصة العقوبات الأخيرة على جبران باسيل قالوا أنه ده مش زي ما فرض على وعلى علي حسن الخليل لأن ده على قانون ماجنيسكي والتنين على قانون آخر تفرق إيه يعني في قانون قيصر تفرق في ما هي الفروق بينهما يعني الفروقات بموضوع العقوبات لا تختلف كثيرا فالثلاثة ستقفل حساباتهم في المصارف أو أقفلات وإن موجوداتهم في الولايات المتحدة العمريكية أو التي لديها سلطة الولايات المتحدة عليها تجمد وتأشيرات سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية تسحب بتصير ريفوكت وأيضا يصعب عليهم التنقل في مطارات الدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقيات تسليم أو تبادل أو بتفاهمات أمنية كما حصل مع السيد تجدين مثلا في كازابلانتا في المغرب عندما أوقف وقتيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية دكتور بولو هل مستقبله السياسي ضيع حلم البعض النهاردة في الصحف اللبنانية كاتب حلم جبران باسيل في الرئاسة ضاع يعني كونه مدرج في العقوبات لا يمكن أن يكون رئيسا بالنسبة لبنان الرجل ليس محروما من حقوقه المدنية والسياسية ألبسة بل هو متمتع بها وهذه العقوبات هي شأن إداري عقابي من الولايات المتحدة الأمريكية وليس قانونا لبنانيا ولا يلتزم لبنان بالعقوبات إلا بمقدار ما يكون لديه مصلحة في ذلك يعني مثلا المصارف اللبنانية تلتزم لأن مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميما عام 2016 ألزمها بالتزام العقوبات الأمريكية لكن لا يعني إدراج اسمه تحت العقوبات أنه حرم في لبنان من حقوقه المدنية والسياسية يستطيع الترشح يستطيع الانتخاب ويمكن أن يتبوأ سنة رئاسة الجمهورية طبعا إذا كان له حظ ونصيب سياسي ولم تؤثر أيضا هذه القضية على سمعته لأن ثمت ما يسمى مخاطر السمعة أيضا نعم السياسي هذه أنا أشكرك الدكتور بول مرقص أسازي القانون الدولي شكرا جزيلا لك دكتور بول سننتقل الآن إلى الشأن السوري سنناقش محور مهم جدا لكن لا نهمل المحور الذي فتح أمامنا الآن وهو الحسكة دير الزور الطريق الذي قتل عليه أربع جنود أمريكيين بتفجير أليتهم لابد أن نناقشه أيضا في هذا التوقيت ولكن إلى صراع آخر يبدو أن الصراع الروسي الإيراني في أشده مجددا حيث يدور ذلك بذريعة البحث عن خلايا تابعة لتنظيم داعش فقد أطلق النظام السوري حملة أمنية واسعة في محافظة درعا أوضح بس نقطة معلومة أن درعا والسويدة من المحافظات الجنوبية التي تتماس بشكل مباشر مع إسرائيل وهنا نقاط كثيرة جدا سنشملها في النقاش هذه المحافظات الجنوبية التي كانت تشهد هدوء غير مستقر على إثر تفاهمات تدخلت فيها روسيا بشكل مباشر وأفضت إلى تشكيل ما يعرف بفصائل التسويات أو فصائل المصالحات والتي اندمج فيها مقاتلون معارضون سابقون قاتلوا ضد النظام قبل أن ينقلبوا للقتال إلى جانبه بموجب هذه التسويات مع اختلاف الولاءات التي تبدلت طبعا المرصد السوري للحوق الإنسان أفاد بأن محافظة درعا ومركزها بيشهدان توترا كبيرا وتفجيرا للأوضاع الأمنية على إثر هذه الحملة التي أعلن عنها النظام قبل يوم وبدأها صباح اليوم حيث شنت قوات النظام مدعومة بالميليشيات الموالية لها ولإيران حملة مداهمات واعتقالات تمركزت في منطقة درع البلد شارك في هذه الحملة أيضا عناصر من فصائل التسويات الذين يتبعون حاليا للمخابرات العسكرية والفرقة الرابعة التي بدورهما تدينان بالولاء لإيران نفذوا خلالها عمليات تمشيط في منطقة الشياح والنخلة على أطراف درع البلد واعتقلوا عددا من الأشخاص في هذه المناطق في حين رد مقاتلون آخرون من التسويات أيضا ولكن من الموالين لروسيا على هذه الحملة وقاموا بقطع الطرقات إغلاق بداخل ومخارج عدد من البلدات في ريف درع الغربي وأسروا عشرة عناصر من قوات النظام بينهم ضابطان في هذا الموضوع لترد في المقابل قوات النظام بدورها باستهداف المنطقة بالقذائف الصاروخية من وحداتها المتمركزة في مطار يعني الثعلة العسكري غرب المحافظة السويداء المتاخمة لدرع وتدحرجت كرة التصعيد والتوتر لتكبر أكثر وأكثر مع إعلان فصائل محلية في مدينة الحراك النفير ضد قوات النظام وممارساته كل هذا التوتر وضعه محللون في إطار الصراع الروسي الإيراني في محافظة درع والمتمثل بالقوى المحلية الموالية والمدعومة من كل طرف يأتي هذا أيضا على وقع فوضى فوضى كبيرة وفلتان أمني كبير تشهده المحافظة يتمثل في عمليات الاغتيال والقتل والاختطاف وتفجير العبوات الناسفة والألغام والأليات المفخخة وإطلاق النار السؤال الأبرز ما الذي يحدث ما بين روسيا وما بين إيران في المحافظات الجنوبية هذا الموضوع أناقشه معي من موسكو الكاتب الصحفية لساز رائد جبرو ساز رائد أهلا بك خلينا أطرح لك ما يقال الآن يقال أن الحقيقة الروس يدخلون في صراع مع الفصائل الموالية لإيران لأنهم عندهم تعاهد مع الإسرائيليين يعني محافظات الجنوبية درعا وسويدا قريبة على الحدود الإسرائيلية وبالتالي الروس أعطوا ضمانات للإسرائيليين أن الإيرانيين سيحولوا هذه المناطق الجنوبية لمناطق صراع مع الإسرائيليين في المستقبل هل الأمر بهذا الشكل؟ نعم مساء الخير بداية يعني علينا أن نتذكر في البداية أن التنافس الروسي الإيراني هو موجود منذ فترة وهو يمتد إلى قطاعات عديدة يعني ليس فقط في المنطقة الجنوبية إنما بالسيطرة في مواقع عسكرية وفي مواقع أمنية أجهزة أمنية وحتى في المشروعات الاقتصادية إنما في الجنوب بدأ التصاعد يعني في هذا التدهور يظهر بشكل جلي خلال الشهور الماضية يعني شهدنا سلسلة من الاغتيالات والاغتيالات المضادة يعني كان من الفريقين الفريق الموالي لإيران إن صح التعبير والفريق الموالي لروسيا كان هناك اغتيال لعشرات الشخصيات خلال الأسابيع الماضية وصولا إلى هذا التصعيد الذي نشهده الآن بشكل جلي أيضا دخلت بالفعل إسرائيل وهنا ردا على سؤالك بشكل مباشر دخلت إسرائيل على الخط من خلال التعبير بشكل مباشر للطراف الروسي قبل أيام عن استياء بسبب يعني تعزيز الوجود الإيراني النفوذ الإيراني في هذه المنطقة في انتهاك للاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام 2018 والذي يقضي بإبعاد إيران والقوات والميليشيات الموالية لإيرانيين من منطقة الجنوب إلى مسافة 80 كيلومترا عن الحدود لذلك كان هناك شكوى من هذا الانتهاك وتهديد أو تلويح بأن إسرائيل سوف تتحرك عسكريا وهي أصلا لم تتوقف كما تعلم عن توجيه ضربات إلى منشآت إيرانية في مناطق مختلفة لكن حتى الآن لم تتحرك عسكريا في منطقة الجنوب بالفعل هذا الأمر كان مزعج بالنسبة إلى روسيا وكان هناك معلومات حتى قبل الشكوى الإسرائيلية كان هناك معلومات سابقة أن موسكو أبلغت حتى النظام السوري استياءها قبل شهور لأنه يقوم بمخالفة هذه الالتزامات بإبعاد الإيرانيين على المنطقة ويسمح بتعزيز وجودهم في هذه المنطقة إذن التنافس بالناحية هو موجود ويتصاعد بالفعل خلال الأسابيع الماضية لكن توجد أسباب أساسية الآن وهي دخول العنصر الإسرائيلي على الخط من زاوية ورغبة روسيا في أن لا يكون هناك اندفاع أو انطلاق لعملية مواجهة عسكرية واسعة والاستياء الروسي إن صح التعبير الغضب الروسي بسبب استهداف شخصيات وحتى تلك الأطراف التي شاركت في المصالحات التي أشرت إليها حضرتها قبل قليل اشتكت إلى روسيا أكثر من مرة من أنه لا يتم الالتزام بتلك التعهدات التي ضمينتها كانت روسيا ضامنة وراعية بالنسبة إليها سيد رائد هناك تحليل له منطقية بشكل أو بآخر وهو أنه إيران والنظام السوري يبحثون عن منطقة صراع جديدة بعد أن تم خنق حزب الله في لبنان والبحث عن مسائل ترسيم حدود ما بين الإسرائيليين واللبنانيين ولم يجدوا سوى هذه النقطة يعني درعا وسويدا هذه المحافظات الجنوبية لأن النظام السوري ممكن يخدها في إطار صفقات مقيضة سواء مع الإسرائيليين أو مع الروس أو مع الأمريكيين في الفترة القادمة يعني انتقال منطقة نزاع هل هذا الأمر يعني يبدو بهذا الشكل في فهمه يعني طبعا طبعا لا يمكن استبعاد هذا الأمر نهائيا لأنه ظهرت مؤشرات له في فترات سابقة يعني من خلال تعزيز العمليات العسكرية في منطقة الجنوب وكما تذكر استهداف إسرائيل لعدة مرات لخلايا لحزب الله في المناطق الحدودية على مشارف الجولان لذلك هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن استبعاده أن يكون هناك محاولة لتعزيز أوراق النظام وإيران التفاوضية أو على الأقل للقيام بصفقات معينة لكن إذا انتلقنا من الموقف الروسي موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها لن تسمح بتدهور الموقف في هذه المنطقة أكثر من ذلك أعلنت أنها ضامن لأن يكون الوضع مستقر على الخط الفاصل الخط الفاصل لوقف اطلاق النار في العام 1974 وضمنت أمن القوات الدولية قوات الفصل الدولية في هذه المنطقة وساهمت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير هذه الدوريات بشكل مباشر تحت رعايتها وإشرافها كانت هذه رسالة واضحة موجهة إلى الإيرانيين وربما إلى دمشق أيضا بأن روسيا لا ترغب بتصعيد أي تصعيد أو أي توتر عسكري في هذه المنطقة بالعكس من ذلك هي تريد أن تمهد للتسوية السياسية بإغلاق بؤر التوتر لذلك طبعا لا يمكن استبعاد أن النظام وإيران وحزب الله بالتحديد ربما يرغب باستخدام هذه المنطقة بشكل قوي وكان هناك إشارات واضحة كما قلت قبل قليل خلال أسباع الماضية إلى هذا الأمر ولكن أعتقد أن روسيا تحاول أن تتحرك على الأقل بشكل حازم بالمناسب أذكر هنا أنه قبل أيام كان هناك زيارة لمبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكساندر لابرنتايف على رأس وفد عسكري وديبلوماسي رفيع المستوى إلى عمان وإلى دمشق بطبيعة الحال وإلى بيروت لكن في عمان تحديدا هو ناقش هذه النقطة لأن الأردن يعد أحد المتضررين الأساسيين هو كما تعلم أيضا للحدود ومن مصلحة الأردن الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة وكان ضامن للاتفاق الذي يوقع عام 2018 لذلك تم بحث هذه المسألة مع الأردن أكثر من ذلك قامت موسكو بطلب من قائد الفيلق الخامس الذي ترعاه يقال أنه موالي له وهو أحمد العودة بالقدوم إلى عمان لإجراء محادثات مع العسكريين ومع الأجهزة الأمنية في الأردن إذن كان هناك حراك واضح خلال الفترة الماضية لمحاولة محاصرة أي تصعيد يقوم به أو القوات التابعة للإيرانيين الملحوظة الأخرى أنه واضح أن الحلفاء ليسوا حلفاء بمعنى إحنا دايما نتكلم عن الروس وقوات النظام السوري بشار الأسد على تحالف والروس والإيرانيين على التحالف لكن الصراع ما بين الحلفاء هذه المرة هذه ملحوظة شديدة الأهمية يمكن أن نناقشها ما كانوا أصدقاء بالأمس ليسوا الآن أصدقاء صحيح تماما نقاط التباين أخذ في التضاح أكثر وأكثر يعني كلما يمضي وقت على وقف إطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية بالمعنى الواسع إلى الكلمة في سوريا كلما تظهر أكثر تلك التباينات التي كانت مخفية خلف أصوات المعارك في فترة المعارك الكبرى بالإضافة إلى التباينات مع النظام التي ظهرت جلية خلال الفترة الماضية حول سلسلة من الملفات هناك تباين واضح مع الجانب الإيراني لكن هنا أريد أن أذكر بأن روسيا كانت وجهت إشارة واضحة منذ أن تم توصل إلى هذا الاتفاق الذي ذكرناه في 2018 إنها ترغب وتعمل على تقليص النفوذ الإيراني لا أقول على إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا إنما تقليصه على الأقل في تلك المناطق التي يمكن أن تشكل نقاط احتكاك رئيسية ويمكن أن تسفر عن تدهور الموقف إلى توتر أو إلى عمليات قتالية لذلك موسكو وجهت هذه الرسالة بشكل واضح وحصلت على ضمانات في تلك الفترة من جانب الإيرانيين بعدم الاقتراب من هذه المنطقة لكن تم انتهاك هذه الضمانات شكرك رائد جبرى الكاتب الصحفي كان معي من موسكو سيد رائد شكرا جزيلا لك تستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل قلق في موريتانيا من استنزاف تركيا لثرواتها السمكية ترجمة نانسي قنقر لأننا قادرون على المتابعة وتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث مع رحلات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القطرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعادتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان الحدث العراقي سيكون هو الحدث الأخير في اليوم فقد اجتمع الرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع أعضاء المدلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يعقد اتماعاته في بغداد لمناقشة الخطة التنفيذية للاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وفي بيان صادر عن مكتب الكاظمي شرح رئيس الوزراء العراقي أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية مؤكداً سعي الحكومة لتذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية فضلاً عن تطوير العمل في السوق النفطية في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيداً للاجتماع المرتقب بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفد وزاري سعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي أجرى سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في بغداد شملت التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية يهدف هذا الاجتماع إلى الاجتماع التحضيري في الواقع سيعقد الاجتماع التنسيقي قريباً في الأيام القادمة إن شاء الله هو أيضاً نستنتيجة لأهداف تعنى بتحقيق تنمية اقتصادية استقرار اجتماعي في المنطقة إن شاء الله يهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض على المستوى الاستراتيجي وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وحماية المصالح المشتركة هناك راوبة كبيرة من الجانب السعودي الشقيق للاستثمار في الكثير من المحافل الصناعية في العراق خاصة التعدينية وأيضاً التحويلية وأيضاً في مجال الصناعات الكعربائية وغيرها من الصناعات المحولات وإلى آخرين من هذه النشاطات اليوم نحن بأمس الحاجة إلى أن ننفتح على كل الدول الإقليمية لنكون ضمن الإطار الصناعي الإقليمي تهدف الرياض إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع بغداد من مليار وربع المليار دولار هذا العام إلى ملياري دولار في العام المقبل غادر بغداد الوفد السعودي الذي رأسه وزير الزراعة على أن تستأنفى الاجتماعات الاثنين بين الجانبين عبر وفد آخر يرأسه وزير النقل السعودي من بغداد منتظر رشيد الحدث إذن موضوع البعض يأخذه إذا نضاف إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري الذي كان في بغداد اليوم أيضا وفد سعودي في بغداد ثمت حراك عربي لم نلحظه في السنوات الماضية من 2003 حتى الآن وهنا السؤال المهم معي في الستوديو المحلل السياسي العراقي أستاذ أمير دعمي أستاذ أمير أهلا بك شرفتنا يعني ما الذي يمكن أن يفهم هل ممكن الكاظمي عنده هذه الجرأة والقدرة طبعا هذا مطلب في عروبة العراق أو انتماءه يعني مهم جدا في أن ينفتح عربيا أكثر منه إيرانيا وكان مختطفا يعني في هذا الموضوع هل ممكن أن يحدث ذلك الانفتاح في هذا الشكل وهل الآن الأوان يعني نعم تعاليك سيد الكريم وتعالي شاهد قناة الحدث يعني أنا أعتقد بعد عقدين تقريبا كان العراق متقوقع باقتصاده وحتى بعزلة العربية قد تكون يتحملها الطرفين إن كان العراقي وحتى المحيط العربي في نوعا ما باتجاه عزلة العراق وبالتالي كان متقوقع باتجاهها اقتصاديا اتجاه إيران نعم واتجاه دول بعينها بعيدا عن الاقتصاد العربي أنا أعتقد اليوم وبعد زيارة الوفد العراقي إلى السعودية في 19 جولاي الفائت نعم كان هناك بادرة أن يلتقي السيد الكاظمي مع الملك سلمان لكن حالة الظروف اللي بالسعودية دون أن يكون اللقاء لكن تم التنسيق على أن تكون هناك لجنة تنسيقية سعودية عراقية تبحث بالأمر وتكون هناك تواقع لمجالات متعدة بالتبادل إن كان علمية أو صناعية أو زراعية ولا غير ذلك حقيقة اليوم كانت جاحة كورونا هي السبب في تأخير هذا التقارب السعودي العراقي نعم أنا أعتقد اليوم السعودية اليوم مركز عربي مهم كان من قبلها الأردن ومصر السيد الكاظمي ذهب بفتح منطقة تجارية مهمة نعم الظرف الاقتصاد العراق اليوم يحتاج إلى الانفتاح وتنوع الاقتصاد ليس فقط من ناحية تركيا أو إيران تنوع اقتصاد عربي وبالتالي رجوع العراق إلى حضنة ومحيطة العربي من هذا الباب هو الانفتاح العربي اتجاه العراق والعراق كذلك العكس صحيح لذلك أنا أعتقد هي بادرة خير وخطوة بالتجاه الصحيح لكن هذه الخطوة تحتاج إلى تعزيزات إن كانت من العراق أو من الجانب السعودي أو العربي عموما من العراق يجب أن يكون هناك أمن للمستثمر العربي إن كان سعودي أو غير سعودي يجب أن تذهب بالبحث عن الحكومة العراقية سأحكي لك قصة قالها أحد المسؤولين للوزراء السابقين قالوا أنهم طلبوا توفير طاقة فالمملكة العربية السعودية أعلنت تبرعها ناسة توفر ومجانا هذه الصحيحة سمعتها وزيرة الكهرباء العراق حكاها خرج ناس من داخل الحكومة ورفضوا ذلك لا نريد أن ننفتح أي انفتاح على السعودية أو العالم العربي أو مصر هو إزاحة للمشروع الإيراني هنا السؤال تقولت أني لابد أن يكون لك محفزات لكن هل المصدات الكوابح التي ستعطل المشروع العربي ما زالت موجودة ومتمثلة في أسماء نقدر نولهم لكن هل رئيس الوزراء سيكون قادر لن نكلفه فوق ما يحتمل لكن هل هو قادر على مواجهة الضخ المنع الإيراني في دخول أي مشروع عربي يعني اليوم ظرف العراق ما يسمح له أن يتقوقع خصوصا في ظرف إيران بالتالي اليوم يعتبر العراق الرئة أو المتنفس لإيران خصوصا بعد حصارها لذلك اليوم أنا أعتقد يجب على العراق أن ينفتح باتجاه نفسه أن ينعش نفسه على اعتبار اليوم نعيش في ضائقة مالية في ظل جائحة كورونا في ظل مبيعات النفط القلت اليوم العراق بعد عقدين تقريبا هو دولة ريعية استهلاكية وليس دولة منتجة وبالتالي يجب أن تكون هناك حوافز وبوادر أن يعود العراق إلى عصر الصناعة نعم نحن 13 سنة من الحصار يعني حصار أمريكي كان العراق مكتفي ذاتيا على اعتبار وجود أي دعامل ومصانع تكتفي ذاتيا اليوم العراق لا في هذا الظرف وفي ظل الظل الاقتصادي صعب جدا يحتاج العراق لنوع الاقتصاد ويحتاج السعودية أكثر من ذي قبل لذلك أنا أعتقد هذه الكوابح ستسحب نفسه نوعا ما باتجاه أن ينتعش الاقتصاد العراقي وأن يتنفس الداخل العراقي بكيفها تسحب نفسها أم سيكون لن تسحب نفسها بسهولة يعني الضغوطات الضغوطات الشعبية أنا أعتقد الضائقة المالية اليوم رواتب ماكو بالعراق الضائقة اللي يعيشها اليوم اليوم شفها بركان العراق باتجاه عدم وجود رواتب باتجاه حالة اقتصادية سيئة أنا وعن ما بالتالي هم سيحاولون يخففوا هذه الكوابح اتجاه الفتاح العراقي على المحيط العربي إن كان سعودي أو غيره والظرف الإيراني نفسه متعثر ماديا ومر بقلاقل وبالتالي حتى إن أراد لن يستطيع نعم صحيح وبالتالي هو حتى الإيرانيين يعني كإيران هي معتاشة على العراق فبالتالي تحتاج أن ينقش اقتصاد العراق حتى ممكن أن تنفس نوعا ما يعني الحقيقة ربما الأسئلة كثيرة سوز أمير الدعمي وهو محلل سياسي عراقي كنت معي في السوديو بشكرك شكرا جزيلا لكن الأسئلة بتبقى في إطار قدرة الحكومة العراقية الحالية في أن تنفذ هذا الانفتاح لأنه ليس أول مرة يحصل اتماع ولا لقاء بهذا الشكل وأنا بشكرك شكرا جزيلا سوز أمير الدعمي شكرا جزيلا سوز أمير تنتهج السفن التركية في ساحل المحيط الأطلسي الموريتاني معايير غير مشروعة لممارسة الصيد خارج بنود الاتفاقية البحرية للصيد السطحي ويمتد الخطر التركي من الثروة البحرية إلى اليابسة فأغلب مصانع دقيق السمك الضر بالبيئة في نواذيبو مملوكة لشركات تركية المزيد مع إبراهيم مصطفق تهم الصيد الجائر وتدمير البيئة البحرية المعززة بالحجج والأدلة تلاحق الأسطولة التركية في المصائد الموريتانية فضلا عن شبهات الفساد التي تحوم خول اتفاقية الصيد التي سمحت لهذا الأسطول بدخول المياه الإقليمية الموريتانية شبهات جعلت تحقيقا برلمانيا قبل أشهر يضع أمامها أكثر من علامة استفهان الأسطول البحر التركي يمارس الكثير والكثير من الأمور الشنيعة وحتى أن بعض الخبراء والمحلين ينصفها بالقيارة مثلا ترخيص الذي تمتلكه هذه الأساطيل هو ترخيص للصيد السطحي هؤلاء يقومون بصيد الأعماق لا يقتصر الضرر الذي يسببه الأسطول التركي على عرض البحر ففي مدينة نواذيب عاصمة الصيد والاقتصاد يركز الأتراك على مصانع دقيق السمك ذات التأثير الضار على البيئة والسكان وهي مصانع مذيرة للجدل لها خطر بيئي حسب بعض المنظمات الوطنية والدولية وسبق أن خرجت مظاهرات في مدينة نواذيب الشمالي البلاد للمطالبة بإغلاق هذه المصانع ينضف إلى ذلك عدم جدوائية هذه المصانع الاقتصادية على السكان المحليين وإذ رأى إحباط خفر السواحل الموريتاني في يوليو الماضي لعملية تهريب كمية من العملة الصعبة على متن السفينة تركية تضاعف الامتعاض الشعبي من الأدوار المشبوهة للأسطول التركي الذي يعيث فسادا في البحر ويضر بالاقتصاد والبيئة موريتانيا كانت المحطة الأخيرة وصلنا إلى ختام حدث اليوم لهذا اليوم نلتقي غدا في مثل هذا الموعد لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر